مرحبا بكم رجعناكم وصفة جديدة سهلة وبسيطة خبز بدون اي نوع دقيق يلا على الوصف لوز ني او دقيق اللوز 100 جرام خل معلقة كبيرة ماء عادي اتنين معلقة كبيرة ملح نصف معلقة صغيرة او حسب الرغبة بيكربونات الصودة معلقة صغيرة بيضة واحدة سوم بودرة نصف معلقة صغيرة التوابئ الاختياري ممكن وضع بصل بودرة او اي نوع من التوابئ حسب الزوق فلف الأصمر ممكن استخدام اي خلاط متاح نطحن مقونات جيد يمكن عمل ذلك بدون خلاط عند استخدام دقيق اللوز او طحن اللوز لوحده ممكن نعجنها باليد ما منحتاج خلاط متل هيك لازم تكون ممكن ما نحتاج خلاط 200 جرام جبن مبشور جبن مزرولة او اي نوع جبن المهم يكون بدون كاربوهدرات بنزوب الجبن في المكرويف لمدة دقيقة او على الموقات بنعجن مكونات جيد حتى تنسجن مع بعضها بنعجنها جيد ساوضع جميع المكونات والتفاصيل تحت في صندوق الوصف هيك اصبحت جاهزة العجنة بنوضحها على ورق الزبدة او على نيلون المتاح شو حسب المتاح عنكم الموضوع بسيط جدا وسهل جدا بنفردها و بنعملها في قالب او في صحن او في كوب او بنعملها بشكل عشوائي يعني ممكن نوضع صحن صغير نو نعملها بالسكين سهل الموضوع بنشغل الفرن مسبقا من الاعلى والاسفل 220 درجة ماءوية ويمكن نخبزها بأي طريقة مثل اي خبز ما بتخبزوه بتخبزوه متل اي خبز استخدموا اي اداة متوفرة عنكم مخبزوه نوضحها على الرف الأوساط لمدة 15 دقيقة تقريبا لازم احنا نرقبها لانه حسب نوع الفرن كيف تخبزوها من فرن غاز او كهربائي نتوفر عنكم نتركها حتى تبرد تماما ملاحظة يجب عليكم دائما التأكد من هذه الوصفات وجميع الوصفات هل تناسب نظامكم الغذائي او الوضع الصحي لا يوجد وصفة تناسب جميع الاشخاص شايفين كيف كتير هو روعة هذا هو سخن لكن انتو تركوه حتى يبرد افضل بكون كتير هو روعة اتمنى تكتبلي رأيكم تحت بالتعليقات لانه رأيكم كتير بهمني الناس الموجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك اتمنى اشتركوا بقناة اليوتيوب اسم القناة شيف نائل منشان يصلكم كل جديد في امان الله اشتركوا في القناة